بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك العظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي المصري القاهري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشيخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحها في الدارين آمين ومازلنا في النوع الخامس والعشرين علم مرسوم الخط فصل في مد التاء وقبضها هي مكتوبة اليأس اللح في مد التاء وقبضها نسختي كان مكتوبة اليأس فخطأ يعني إيه مد التاء وقبضها أحيانا تكتب التاء مفتوحة رحمة تكتبها تهم مفتوحة بس ما مد التاء وإحيانا تكتبها مقبوضة يعني مربوطة رحمة تاء مربوطة إمتك كتبت كده وإمتك كتبت كده في القرآن أحيانا يكتب لك سنة بالهاء التاء المربوطة يعني وإكتب لك سنة بالتاء إمتك يكتبها بالمفتوحة وإمتك يكتبها بالمقبوضة في إمتك بقى وذلك أن هذه الأسماء لما لازمت الفعل صار لها اعتباران أحدهما من حيث هي أسماء وصفات وهذا تقبض منه الياء رحمة ده اسم فتبقى يا أم مقبول لكن رحمة برضو فيها فعل الرحمة ففيها معنى الإسمية وفيها معنى فعل الرحمة فإيه وإنت عارف أن الفعل بتلزم فيه التاء المفتوحة والقالة باعت فعل تعمل تلاقي التاء فيه مفتوحة ما تلاقيش فعل التاء مربوطة أبدا في اللغة العربية ولا الهيروغرفية ولا أي لغة تعمت بقى لكن إيه الاسم فيه sacعتي أو هتاء مفتوحة وسعتي لها فيه هتاء مربوطة فلما كانت مثل هذه أي الكلمات سنة الله يعني طريقة الله في فعله في عباده أو الطريقة التي جعلها الله من فعله في عباده فالطريقة التي جعلها من فعله بإسم أما الطريقة التي فعلها في عباده فده فعل تعمل تبقى إزاي عشان كده سنة الله في الذين خلوا من قبل آه ده فعل تكتب بتي مفتوح على طول تقيمت بقى ازاي لكن لما يقول لك سنة الله ايه التي خلت من قبل وزي في سورة ايه الاحزاب كتبقى لك بتقيم مربوطه مرة يكتب يبقى هنا يقصد فعله في عبادي وهنا يقصد ايه طريقته واسلوبه في التعامل مع عبادي تقيمت بقى الفرق يبقى ايه صارة لهذه الكلمات اعتبارات اعتبار انها من الاسماء والصفات والاسماء والصفات ما بتكتبش فيها التق مفتوحة بتكتب فيها تق مربوطة وهذا تقبض منه التق تقبض منه يعني تربط تبقى تق مربوطة باللغة بتاعتنا احنا الجديدة نقول عليها تق مربوطة يعني مقبوضة والثاني من حيث ان يكون مقتضاها فعلا يعني اثرها في الكون فعل تقيمت واثرا ظاهرا في الوجود فهذه تمد فيه تبقى مفتوحة كده كأن المفتوحة دي مرئية فشفتها في الوجود إنما المقبوضة مخفية فتبقى في علم الله فهمت بقى صح صح انت صحي ولا نايم فهذه تمد فيه كما تمد فيه قالت وحقت حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم ايه لا يؤمنون وهناك حقت كلمة الله على الذين كفروا في غافر وفي يونس فاكر ولا ناسي لو ناسي افكرك وجهة الفعل والامر الملكية ظاهرة ملكية يعني ايه يعني في الملك في عالم الملك الظاهر الحس وجهة الاسم إنما جهة الاسم ايه بقى والصفة ملكوتية بطنة لان ده في ايه فعل الله والله ملكوت يعني غائب غيب مش محسوس تقيم فمن ذلك الرحمة مدت في سبعة مواضع للعلة المذكور يبقى رحمة يتمدد فيها التق يعني بقى التق مفتوحة كده في سبع مواضع بس في القرآن بقيت المواضع مكتوبة بالتق بدليل قولي في احدها إن رحمة الله قريب من المحسنين دي في الاعراف فوضعها على التذكير فهو الفعل إن رحمة الله يعني فعل الله بالرحمة قريب من مين لما جعل الرحمة متعلقة بالمخلوق يبقى ظاهرة ففتح الله ايه الجمال ده وكذلك فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر يبقى دي حاجة منظورة على طول كده من الآية تروح انت كاتبها بتهمها وفتوحها على طول فهمت تبقى مسحسح كده في الروم سورة الروم والثالث أولئك يرجون رحمة الله في البقرة يبقى متعلقة بالعبد اللي بيرجوا الرحمة طالما تعلقت بمخلوق تتهم تتهم تعلقت بالله تبقى تمربوط لأن الله ملكوت والمخلوق ملك سهلة والملك ظاهر مفتوح لكن الملكوت مقبوض مش شايفه في لغة كده عشان تعرف ان القرآن لازم ينزل بالعربية مالوش هاتل انت بقى لغة كده ماليزي لاتيني والرابع في قوله في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت تعلقت بايه بستنا سرى وايه وسيدنا ابراهيم وما تولد منهم الأنبياء يبقى تعلقت بمخلوق تكتبها مفتوحة على طول تهم والخامس ذكر رحمة ربك عبده الله تبقى مفتوحة على طول عبده زكريا مريم طيب والسادس أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم يبقى تعلقت بايه بالمخلوقين في الزخرف والسابع والأخير بقى ورحمة ربك خير مما يجمعون شوف لانه ايه رحمة ربك بك فالخطاب لموجه للنبي ومن خلال النبي أمته آه يبقى تعلق بالمخلوق بصورة ايه دي في صورة ايه الزخرف برضو ورحمة ربك خير يبقى موضعين في الزخرف فيها رحمة مفتوحة ومنه النعمة برضو ساعة النعمة تكتبها بالتائل مربوطة وتكتبها نعمة بالتائل مفتوحة نفس الحكاية لو تعلقت بالله تبقى مربوطة لو تعلقت بالمخلوق يعني مثلا ايه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار سورة ابراهيم يبقى تعلقت بالانسان تبقى مفتوحة طيب روح بقى في سورة النحل واخد بقى لك ازاي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرَحِيمُ تبقى مربوطة تبقى مربوطة لأن تعلق بصفة الله إن الله غفور رحيم فتلاقي نعمة في سورة إبراهيم مفتوحة وفي سورة النحل موجودة في إيه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نفس الجملة دي مكتوبة في إبراهيم وفي النحل مس في إبراهيم بالتائل مفتوحة وفي سورة النحل بالتائل مربوطة تفهمت بقى وَمِنْهُ النِّعْمَةَ بِالْهَائِئِ إِلَّا فِي أَحَدْ عَشْرَةَ مَوْضِعًا مُدَّتْ فِيهَا فِي وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ في سورة البقرة اللي فيها في سورة الآية بتقول إيه يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه وتعبدون لا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم وميثاقا الذي وثقكم به لا لا دي هناك في المائد واذكروا نعمة الله عليكم في البقرة نشوفها فيهم في البقرة نجيب الآية كلها على بعض عشان إيه نتذكرها مع بعض واذكروا نعمة الله عليكم ده إذا كنتم مع داري فألا عمراني أوستاذ طيب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَامَنُوا ده هنا إيه وَلَوْ أَنَّهُمْ أَامَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَتُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْطِ ها؟ آية امتين وواحد وثلاثين آية امتين وواحد وثلاثين كنتبقى لينا مية وثلاثة ما أنا بقولك النسخة بتاعتي دي مشوهة عايزين ايه نوديها لدكتور تجميل يعمل لها عمليات تجميل يا رب يا كريم اللي هي الآية اللي بتقول ايه وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كتبقى ميتين واحد وثلاثين هنا كتبقى ميتين واحد وثلاثين يبقى وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي الْبَقْرَةِ آيَا ميتين واحد وثلاثين طيب وفي آل عمران آل عمران وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دي آية ميتين واحد وثلاثة بقى شوفت جابت دي مكان دي وفي الماء ايه دا في الماء ايه دا برضو ايه قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ في آية 11 وَمِيْتَقَوُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِمْ مش كده برضو طيب اللي انت قلت اتنين هم وثلاثين طيب وعندنا بقى ايه وفي ابراهيم في ابراهيم بقى قال ايه مرتين في ابراهيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ ايه دار البوار والتانية وإن تعدوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوَهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لا كفور لظلوم كفار يبقى وفي ابراهيم موضعين والنحلف ثلاث موادع في النحلف ثلاث موادع زي ايه وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ في ده موضع ايه 72 يعرفون نعمة الله ثم ينكرنا واكثرهم الكافرون ايه 83 واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ايه 114 وفي لقمان أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ مفتوحة بر وفي فاطر يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وفي سورة الطور فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ كل دي التأفية مفتوحة والحكمة فيها ليه بقى الحكمة انها مفتوحة ما ذكرنا ان الحاصلة بالفعل في الوجود تمد طالما لها مظهر في الوجود متعلقة بالخلق تمد يعني التفتحي نحو قوله وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَ فِي إِبْرَاهِيمِ بدليل قوله ان الانسان لظلوم كفار فهذه نعمة متصلة بالظلوم الكفار في تنزيله له الإنسان وهذا بخلاف التي فيه وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَ فِي النَّحْلِ لأنها بتأم ربوطة كتبت مقبوضة لأنها بمعنى الاسم بدليل الآية اللي بعدها قاله إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ فهذه نعمة وصلت من الرب فيها ملكوتية ختمها باسمه عز وجل وختم الأولى باسم الإنسان ومن ذلك الكلمة برضو كلمة وكلمة تتكتب سعاد بالتائل مربوطة وتتكتب بالتائل مفتوحة مقبوضة إلا في موضع واحد وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَةُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُمْ فِي الْوُّجُودِ الْأُخْرَوِيِ بِالْفِعْلِ الظَّاهِرِ دَلِيلُهُ فِي الْمُلْكِ وَهُوَ إِيهِ الْإِخْتِلَافِ عندك الاختلاف؟ يعني الاستخلاف في الأرض هو كان حق يكتبها دليل الاستخلاف فبلاش حكاية الاختلاف دي هو كتب اختلاف لكن بمعنى الاستخلاف لأنه أورصهم الأرض وأغرق فرعون وقومه وهو الاستخلاف وتمامها أن لها نهاية تظهر في الوجود بالفعل فمدة التاء ومنها السنة ساعة يكتب لك سنة بالتاء وسنة بالتاء المفتوح مقبوضة إلا في خمسة مواضع حيث تكون بمعنى الإهلاك والانتقام الذي في الوجود أحدها في قوله فقد مضت سنة الأولين طالما تعلقت بالأولين الخلق تبقى مفتوحة في الأنفال ويدل عليها أنها من الانتقام قوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقولوا بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وفيه فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويل للفاطر ويدلك على أنها بمعنى الانتقام قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين يبقى تمالي لما تعلقت بإيه بالماكرين فإيه فتفتح وفي قوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله لفي سورة الغافر أخر غافر أما إذا كانت السنة بمعنى الشريعة بأه والطريقة فهي ملكوتية بمعنى الاسم تقبى التأوها كما في قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل في الأحزاب أي حكم الله وشرع وفي قوله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا في سورة الإسراء مكتوبة بالتأي المربوط ومنه بقية وبقية بقية وبقية بقية الله خير لكم إن كنتم إيه مؤمنين ففرد مدة تأو فرد يعني جاءت مرة واحدة بالسورة مدة تأو في سورة أود لأنه بمعنى ما يبقى في أموالين من الربح المحسوس لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك أو الملك الملك أو الملك تمشي واحد ومنه فترة الله ساعة تكتب فترة وفترة فترة الله في سورة إيه الروم فرد يعني مكان واحد مفتوحة التأو وصفا بأنها فطر الناس عليها فهي فصل خطاب في الوجود كما جاء كل مولود يولد على الفطرة ومنه قرة عين لي ولك قرة وقرة قرة عين لي ولك في القصص فرد يعني ايه في موضع واحد مدة تأو لأنه بمعنى الفعل إذ هو خبر عن موسى وهو موجود حاضر في ايه في الملك وهذا بخلاف قرة أعين في سورة الفرقان لأنها متعلقة بالجنة هب لنا من أزواجنا وأولاد إيه قرة عين فإنه هنا بمعنى الاسم لأنه ملكوتي غير حاضر لأن انت لست عايز أولاد تيجي وبعدين تصبح قرة عين يعني لست مجتش فهمت؟ فكأنها لست في علم الله يعني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا إيه قرة عين يا هب لي لست يعني لست مجوش ومنه ومعصية الرسول في المجادلة معصية ومعصية معصية الرسول في المجادلة مدة في موضعين في سورة المجادلة لأن معناها الفعل والتقدير ولا تتناجع بأن تعص الرسول ونفس هذا النجو الواقع منها في الوجود وفعله معصية لوقوع النجو النهي عنه ومنه اللعنة تكتب لعنة ولعنة مدة في موضعين في آية المبهلة اللي إيه قل دعو إيه أبناءكم وأبناء قل دعو قل تعالوا فادعو لأنه أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم فنجعل لعنة ثم نبتائل فنجعل لعنة الله فلعنتنا مكتوبة بالمفتوحة فآية المباهلة وفي آية اللعن بعضه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وكونها بمعنى الفعل الظاهر ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله في بقية التأتي المفتوحة أو المربوطة بإذن الله اللهم علمنا ما ينفعنا وإنفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّي على أسعاد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم مَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ لَكُلَّ مَا نَتَارَكَ الزَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُ